نعتبر أن الجبهة الديمقراطية المقاومة للإنقلاب متنوعة الآن ومتعددة من اليساري إلى اليمين إلى الوسط يمكن تتشكل في كتلتين كبيرتين هذا وارد نحن منذ مدة نخوض نقاشات متقدمة ومتقدمة جدا مع اللقاء الوطني للإنقاذ اللي يقوده بطبيعة الأستاذ نجيب الشابي ولكن معاه مجموعة من الشخصيات من أحزاب وتيارات مختلفة تساتر وتجمعيين اللي يرفضوا الانقلاب معاه يساريين معاه ليبراليين معاه شباب جديد عابر للإيديولوجيات خذنا معاه نقاش كمواطنون ضد الانقلاب شاركنا هو في بعض التحركات كنا مع بعضنا في تحركات مشتركة كان لدينا نقاش عميق وعميق جدا بمناسبة ضراب الجوع تقدمنا الآن في اتجاه إعلان قريب ربما ونحن نسجل يعني عندما يبث هذه الحلقة سنكون قد أعلن على التنسيقية الديمقراطية هذه التنسيقية الديمقراطية الآن تقريبا هي الهيكل الذي يجمع بوضوح بين مواطنون ضد الانقلاب ومن حولها من أحزاب وشخصيات واللقاء الوطني للإنقاذ ومن حوله من أحزاب وشخصيات ليشتغلوا على نقاط أساسية ثلاثة النقطة الأولى هي التدعيم وتعميق يعني الشراكة في مستوى المقاومة الميدانية للانقلاب التحركات ثانيا الذهاب الآن إلى إعداد ورقات سياسية واقتصادية واجتماعية نذهب بها إلى ندوة وطنية أو مؤتمر وطني يفرز جبهة سياسية واسعة لا تقصي أحدا ممن أعلنوا أنهم في مواجهة هذا الانقلاب لنعطي أولا الأمل للشعب التونسي أنه راه سقوط الانقلاب لا يعني سقوط البلاد في الفراغ وأن هذه الطبقة السياسية تستطيع أن تراجع أخطاءها وتستطيع أن تقدم لك آفاقا للمستقبل حتى نجيب هذا الشعب التونسي على أسئلة حقيقية وشرعية ماذا يمكن أن تنجز لنا الديمقراطية في مجال الإنجاز الاجتماعي والاقتصادي فنقدم له أجوبة في هذا الاتجاه لنقول له الاستبداد ولو كان قادرا والحكم الفردي لو كان قادرا على أن يستجيب للإنجازات الاجتماعية والاقتصادية رغم صارت ثورة في 2011 وبالتالي لا يمكن أن تنتظر ذلك من هذا الانقلاب الديمقراطية لها أخطاؤها ولكن للديمقراطيين قدرة على أن يراجعوا أخطاءهم ويعودوا إلى الأرض وحطوا سقيهم على الأرض ويجاوبوا الشعب التونسي على الحلول الاقتصادية والاجتماعية اللي ينجموا يقدموا هلو هذا نعتبره خطوة مهمة جدا الآن في توحيد الساحة السياسية المناهضة للانقلاب